أهلا وسهلا لبناج كديري لبس عليكم كيسب حشو نش ملنا ان شاء الله يلقاكم هاد الفيديو في صحة جيدة كيف العادة خليكم معي ان شاء الله غنشارك معاكم هاد الروتين غنشارك معاكم الغداء وديا اللي يوما بيما مؤخرا وليجو كتطلبو مني بزاف نادي شاركي معنا الغداء نشارك معاكم لي موحد شهيوات نتمنى ان شاء الله ينالوا اعجابكم واول حاجة هنا بديش بيئة هو هاد الشرواط لما صابح بخاكوك يعني ما عنديش شقة ليه كتير صافي غير السيجور يعني يعني نقيته من اللي كان كون وجدها كفدراري في نفس الوقت كان كون نحيدا لها شقة بش ما ما يجينيش كشير صافي كان عندي هنا هاد الشرواط عندي شقة نعقز عليهم بعد المرات يكون عندي ميدار بغان نخرجوا لهذا كان قلت رجع ونطويهم صافي ونخليهم قلت كل يوم صافي غنصبح عليهم مملو ونحيدهم مالية بعدها نحيدا لها شرواط وقعد حاجة اللي بنات عندنا هو الطيب ما عارش حسان توم او لا كان كره شي حاجة اسميتها نطوي الحويج مهم صافي هنا طويج كل شي رجعت كل حاجة لبلاستها حتى نعقز عليهم بعد المرات كان نطويهم ونخليهم عاوشاني في الشبكة سوف يبقيتهم بعد المرات في السيمانة يبقى مالية في بلاستهم سوف نحيدهم مالية نطويهم صافي ونرجع كل حاجة لبلاستها حتى لا نبقى عاقز عليهم سوف يتهنيت من الشرواط بعدها حييت شغلية وطاكيت لفاتريش سوف ندوزل بناتش باش نشارك معاكم الغذيوه هنا عندي الشيفلور وهنا عندي هذا الفيلتو افريكانو يقولوني الفيلتو افريكانو حوش هو اللي سوف نشارك معاكم اليومه يجي لديد بزيف ونصيب معاكم قراطان بالشيفلور هنا كناخد الشيفلور من طبيعة الحال كننقيه مزيان كنحيد لي هاد العريشة ديالو ونحاول نقسمها كطريفة صغار بما ندير بي قراطان بغير عريشة صغار بحالك اي ممان جيتني كبيرة سوف نعود رقاقها بحالك بها الطريقة وانتوا معاكم في الفيديو وحاولوا البنات حاولوا تستغلوا يعني الشيفلور هذا هو وقت دابا سوف نأخذ كل شيء نغسله مزيان وسوف نسلقه واحد ماشي قاعد نسلقه ما تطيبوش بازاي وحشيت تعجل لكم يبقى شهد راسو هنا ندوز نأخذ هاد الفيلتو كي سميو فيلتو افريكانو يأخذ هاد الفيلتو في الماكلة وممكن عنده عدة طرق سوف ندير اليوم هذه الطريقة ليس صحية مره 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 كنزقه في الماكلة سوف نأخذه ونقطعه وانتوا معي هذا باش تزوين بالنسبة لوليدة الصغار يعني ما فيش شوك يعني ما يبقى معانين معي يبقى وينققوا أنا بدأ بولادة الحوت لي كيكون فيش شوك ما يبقى وينققوا وخبعد المره كننققوا لهم ضرورة كتفلت ليهم هاك شي وحده ما يبقى وينققوا ليه مره مره كنناخد هاد الفيلتو ما فيش شوك صغير في غير شي وحده ما يبقى وينققوا لهم ما يبقى وينققوا لهم ما يبقى وينققوا لهم دراري مميح هنا تماما زيت و مطيشة عطرية البزار ملحة خرخوف سكينجبير و القصبر ممكن تعاوضوا بالزعشر لما لديكم القصبر و ملحة او ممكن تديرهم كاملين سوف نجعلها حشكت الطيبلية خيرها طيب الصالسة مهم غير بشك يطلق في ذاك القصبر هنا ندوز نصيب البشامال سوف نأخذ مقلاء 50 جرام زبدة او احتقل شي شوية سوف نجعل حشكت دوبنا هنا لبناش كان طيب عيني ميزاني سوف نجعل ملحة 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 و نزيد الحليب غير شوية و سوف نجعل ثلاثة المعالقة فارينا سوف نحرك هذا الشيء سوف نحرك و هنا لا تحرك و لا تزيد الحليب بشوية و نحرك و نحرك و نحرك و نحرك و نحرك حتى يعمل يدخل بشامال و نضيف و نضيف بشامال و نضيف بشامال و نضيف بشامال و نضيف القراطان و نضيف و نضيف أول حاجة المطاية أردت الكفتة يجربون البناطراكي جيد 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 و يمكن أن يكون هناك شيء مستوى كثير ممكن أن تقوموا بكثافة و تقوموا بشكل حول و لا يريد أن نقوم بكثافة هنا تأخذوا هذه الأرشة و تحاولوها تستفوهم بشكل جيد بها الطريقة موين في دورة موضة نقوم بشكل الجيد و سنقوم بقيت لية سنقوم بها الطريقة الطريقه وصافينا اخر حاجة غادي ندير البشامال لي سايبش معاكم دابا اخر حاجة غادي ندير اي فرمج عندكم مولا اخر حاجة غادي اي فرمج لخبز كارم اخر حاجة غادي ندير الخبز كارم في الخبز الذي اضحنت فارينا لبايد فارينا لبايد والحوش البناترا لم أدرك فيه أغلب يلحوش لا يعجبني في العطرية لكي يبقى سابوري سابوري لا يبقى سابوري يبقى سابوري في العطرية لذلك يجب أن نضع العطرية في الحوش لذلك يجب أن نضعه لا يمكن أن نضعه بل ما أضعه ومن المحل سوف نضعه لذلك سوف نضعه حامض هنا لدينا زيت سوف نقلي فيه وستطيع أن نضعه في الفرار لأنه يستطيع أن يكون صحيح لأنه ينبقى سوف نضعه في المقلي ونضعه في المقلي ونضعه في المقلي نضعه في المقلي وصف البنات الغداء من المقلي وهذا هو القراطان وهذا هو الحوت الذي شاركت معكم اليوم يجب أن يجبون البنات ونضعه في المقلي بالخبار بالخصوص القراطان وحاولوا تستغله وكتبغي أن تكون مرات فيديو بإعجابكم وكيف العادة خليتكم راحة ومع السلامة